اشتركوا في القناة بطرياركي لكنيسة اللاتين في الاردن الاب الدكتور جمال خضر صباحك نور سيدنا صباح القير شكري نحن حضورك اليوم معنا وكمان تصبح علينا وتصبح على المشاهدين على نورسات في هذا العيد المبارك كنا حابين نستقبلك قبل العيد الميلان بس لكن كمان بركة وخير بعد عيد الميلان فسيدنا نحن بالنورسات نبدأ حلقتنا بصباحكم نور بصلاة فنختار صلاة حضرتك تقولنا صلاة من وحي الميلاد اليوم نصلي مع الباب القديس يحنى بولس الثاني في تأمله بالميلاد ونقول أيها الكلمة المتجسد أنك تشاركنا بميلادك علمنا أن نشارك الآخرين مخططاتنا للسلام والتضامن أنت الذي من مهدي بيت لحم بدأت مشوار الحب والمصالحة لكل أجيال البشرية أنر البشرية اليوم لعادة اكتشاف الطريق الذي يؤدي إلى لقاء الآخرين في الحوار والحب والاحترام العميق أيها الإله العظيم الذي في غاية التواضع حدثت في الطريق الملكي الذي يؤدي إلى الحقيقة ساعدنا على القضاء على الكبرياء والباطل والكذب في هذه الأرض وهي الأسباب المباشرة لشر العالم الحديث أنت الذي تقرأ في عماقك كل قلب حول ضغينتنا الشخصية إلى مواقف وسلوكيات أخوية التي وحدها تعطي الفرح الحقيقي وتحول عيد الميلاد لاحتفال وعيد حقيقي أيها المسيح انتظرت قرونة وجئت في ملء الزمان لتقود البشرية في الألفية الثالثة نحو أهداف أكيدة للعدالة لكل إنسان على هذه الأرض أنت الذي يعرف كل شيء ويدرك توقعات كل واحد مننا من أجل هذه الذكرى السنوية لمجيئك بيننا ضع في قلب كل شخص على هذه الأرض شعاع واحد من عنايتك الإلهية الأبدية وصلاحك غير المحدود لا تسمح يا يسوع لأي طفل أو شاب أو كبير السن على كوكب الأرض أن يواصل المعاناة اجعل من القلوب التي تتميز بالكراهية والموت قلوبا قادر على المحبة والتسامح وكما غفرت لصالبك وللص التائب الذي مات بجانبك على الصليب من مغارة بيت لحم هذا العيد أيضا نور ميلادك سوف يشع في جميع أنحاء العالم نورك الذي هو دائما سبب الأمل والسلام للبشرية جماعة آمين آمين يعني سيدنا هالصلاة بتلخص الواقع الحالي يعني والوضع الحالي كمان اللي عم نعيشه فما تغير يعني هذه الصلاة ممكن أصر لها أكثر من مع رجل عشرين سنة لكن كأنها بتخاطب وقعنا الحالي وعالمنا الحاضر فعيد الميلاد بما يحمله من بشرة صارة للبشرية لازلنا تحت وطأة الشر الخبط والكراهية وعدم وجود المحبة خاصة في البلاد اللي بتعاني الألم بتعاني التشرد التهجير بتعاني الحروب بكل أنحاء العالم وإحنا بناش نذكر العالم الآخر أو العالم اللي بعيد عننا نذكر البلاد اللي حوالينا اللي بتعيشها بالمقاسي والحروب بداية سيدنا قبل ما ندخل في فحوة رسالة الميلاد اللي أرسلها ونشرها قداسة البابا فرانسيس لهذا العام 2022 نحن في الأردن منحب نطلع المشاهد على الأحداث اللي بتصير عندنا في هذا البلاد طبعا بالرغم من حالة الحزن اللي مرت الفترة الأخي الأسباع الماضي من استشهاد عدد من القوات المسلحة في عمليات مداهمة إرهابية ورح ضحيتها شباب فكل الأمة الأردنية عاشت هذا الألم بكل أفراد ومسيحيين ومسلمين وحتى كما أنتم أصدرتم بيان بمنع الاحتفالات الشعبية أو الخاصة في إضاءات الشجرة والآخره لأن الوضع لا يحتمل فتخبرنا من هذا المنبر مشاركة الكنيسة في الوضع المجتمعي من أين ينبع إذن أولا نحن جزء من هذا المجتمع نعم والنسيجي الاجتماعي اللي كلنا بنعرفه هون في الأردن اللي لما فيه أحداث أليمة مثلها هي أحداث جميع وهي تضامن ما بين جميع أبناء العائلة الواحدة ومن هون كان بيان مجلس رؤساء الكنائس في وقف الاحتفالات الخارجية للعيد والاكتفاء في الصلاوات وصلينا من أجل وطننا وصلينا من أجل السلام في بلادنا في العالم كله أيضا صلينا من أجل كل المتضررين من أجل الشهداء من أجل قيادة هذا البلد حتى فعلا ربنا يمنحنا هذا السلام ويمنحنا هذه الطمأنينة حتى نعيش فيها بما يتناسب مع روح ورسالة عيد الميلاد نعم فكانت هذا البيان وهذه الرسالة من الكنيسة مقدرة من المجتمع المحلي وخاصة يعني المجتمع الإسلامي أنه هذا الحدث صار مع أنه قال لا احتفلوا أنتوا يعني هذا عيد ميلاد نبي عظيم يعني ونحن نؤمن به وكانوا هم يحتفلوا وكان مجيء كمان هو معيدة الأمير حسن مبارح في الكنيسة الأقباط وعندكم كمان بالمطرانية رئيس الدولة رئيس الوزراء الخصام نئجا وهو بعض الوزراء كمان في فهذه المشاركة أيضا التفاعلية المشاركة التفاعلية والاحتفال ضروري أنه نحتفل بعيد عظيم زي عيد الميلاد ضروري أنه نعيش هذا الفرح وأن نشرك هذا الفرح الاحتفال بالعيد هو إصرار على هذه الحياة الطبيعية في البلد إصرار على نشر رسالة الميلاد ونشر الفرح بالميلاد إحنا بحاجة إلى هذه العياد وبحاجة إلى أن نتذكر معنى العيد ولادة المسيح بيننا وأنه أصبح واحدا منا قريب منا وهذا هو سبب الفرح الحقيقي وهذا الفرح الذي ننشره فهو نوع من الإصرار على أن تستمر الحياة وعلى أن يستمر الفرح على ضغم كل المعاناة التي منعنيها أكيد ولكن الميلاد هو اللي بيعطينا جرعة قوية من الأمل من الرجاء بحياة أفضل بهذه الروح نعم نحتفل جميعا بميلاد السيد المسيح نعم آمين طبعا إحنا هلأ رجنا على كانت في سمو الأمير الحسن في كنيسة الأقباط يعني هنأ الأمة المسيحية من خلال مجلس الكنيس في الأردن وأيضا وزير الرئيس الدولة الخصام حضر وهنأ في عيد الميلاد لرؤساء الكنائس في مطرانية اللاتين وأيضا كمان كانت هناك النشاطات الأخرى من قدديس واحتفالات طبعا كانت مقتصرة على الشعار الدينية سيدنا يعني بحب للمشاهدين يعرفوا سيدنا جمال أين قبع عيد الميلاد ليلة الميلاد ويوم الميلاد أولا بالنسبة للمعايدات وهذه المناسبات هي علامة واضحة على كون عائلة أردنية واحدة وعلى هذا التضامن فيما بيننا والعيش المشترك فيما بيننا وكان هذا الخطاب السائد لنذكر أن قبل عيد الميلاد أيضا كان هناك لقاء مع جلالة الملك مع جميع رؤساء الكنائس في الأردن للتهنئة ومشاركة جلالة الملك أيضا في إضاءة الشجرة في مدينة الفحيس وهذه الزيارات هي علامة على مشاركة بعضنا بعض في أفراحنا وفي أطراحنا المشاركة كانت في يوم العيد في رعية من الرعاية الأردن وهي رعية الزبقاء الشمالي صليت مع الناس هناك وكان خداس جميل جدا مع الشعب وتقبل التهاني أيضا منهم ثم في صباح العيد وكما هي العادة في الكنيسة الصوفية الكنيسة العذراء القريبة من المطرانية هذا هو القداس الاحتفالي واللقاء مع الناس والتهاني بالعيد والأمنيات بالعام الجديد هي ما يميز هذه الفترة وأجواء الفرح التي تحيط بهذه المناسبات كلها فسي أي مؤمن صلينا في الفترة الصباحية تبادلنا التهاني التقينا مع الأحبة وكثير من الناس طبعا اللي يعيدوا بهذه الطريقة اللي قضينا فيها عيد الميلاد سيدنا سألتك كمان هذا السؤال بسبب أنك أنت كنت طول الوقت أو السنوات الماضية تحتفل ببيت لحم في مدينة ميلاد السيد المسيح يعني بالحدث موقع الحدث فعنشان سألتك أنه يعني فيه اختلاف أكيد جوهر الاختلاف أين يقمن في عيد الميلاد في كل أنحاء العالم تتوجه الأنظار إلى بيت لحم ولا يعني بها فقط توجه الصحاف والكاميرات إلى هذا المكان ولكن أيضا في الصلوات وذكر بيت لحم في ترتيلنا وعندما نقرأ قصة الميلاد نتذكر مدينة بيت لحم التي لا تزال رسالة الميلاد لا تزال تحمل رسالة الميلاد والقداس الاحتفالي يقوم به غبطة البطريار في نصف الليل بوجود شخصيات ولكن بوجود عمة المؤمنين أيضا وهذا الاحتفال المميز الخاص وخاصة عندما نقرأ الإنجيل ونقول فلما حان وقت ولادتها ولدته هنا فأخذته وضعته في مذود بيأخذوا الطفل بيحطوه في المذود فلما نحتفل في نفس المكان اللي ولد فيه السيد المسيح له معاني له معاني مهمة روحية تربطنا بالمكان وتربطنا بمدينة بيت لحم بالذات فكلنا نتذكر بيت لحم ونتذكر أهل بيت لحم أيضا اللي يعيشوا فيها ولي يعانوا أيضا وهذا الاحتفال اللي لسنوات طويلة نعم كنت أحتفل فيه مع غبطة البطريار في هذه المدينة المقدسة له طابع خاص وله عالمية أيضا فيقوموا ببث هذا القداس وبرسالة الميلاد في جميع أنحاء العالم يا أنت يا بيت لحم وأنت يا بيت لحم التي ولد فيك ملك السلام ولم تنعم بالسلام ماذا تقول سيدنا عن يعني شاركون عدد من الأهالي في فلسطين أنهم ما قدروا يتمكنوا من حضور القداس في بيت لحم بسبب الإجراءات الأمنية وبسبب المنع وبسبب أنت أدرى في الوضع القائم في الفلسطين فماذا تقول بهذا الشأن أقول أنه رسالة الميلاد هي هي قبل ألفين عام واليوم نرجع للإنجيل المقدس ولما منقرأ الإنجيل الميلاد إحنا تركيزنا يكون على المغارة على القديس يوسف مرم العضرة والطفل يسوع ومع الرعاة إلى آخره وهذا يمنحنا فرح حقيقي فعلا ويظهر لنا سلام المغارة ولكن في رواية الميلاد يخرج خارج المغارة ويحدثنا عن هيرودوس مثلا فعندما سمع أن هناك ملك آخر وأنه طفل شعر بالمنافسة شعر بحب السلطة بالتمسك بها حاول أن يخدع المجوس لكي يذهب ويلتقي مع الطفل في بيت لحم ولما لم يعودوا المجوس إلى القدس أمر بقتل أطفال بيت لحم نقدر نتخيل الحزن اللي كان موجود في تلك المدينة في ذلك الوقت واللي خلى العائلة المقدسة تصبح عائلة لاجئة تلجأ إلى مصر وتهرب وأكيد مريم العذرة اللي كانت خايفة على الطفل هذه الأجواء الاضطراب اضطرب هيرودوس واضطربت معه مدينة القدس كلها وهذا العنف اللي موجود لا يزال مستمر لليوم لا يزال في هذه الأجواء المؤلمة اللي بتعيشها فلسطين ومدينة بيت لحم بالذات والحواجز الكثيرة اللي موجودة واللي منعت المؤمنين إنهم يوصلوا خصوصا أحباءنا اللي من غزة اللي مقدروش يوصلوا لمدينة بيت لحم الاحتفال على الرغم من كل هذه الأجواء والصعوبات تبقى رسالة الميلاد رسالة سلام رسالة محبة رسالة فرح هنا بدأ كل شيء من هذه المغارة ولد السيد المسيح ونرى في هذه الرسالة أن المسيح فتح الطريق بدأ بهذه الرسالة ونحن نستمر فيها الملائكة من السماء أنشدت وقالت المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام للذين يحبونهم فهذه الرسالة تستمر ورسالة الميلاد تصبح رسالتنا نحن نقوم بها حتى فعلا نعيش هذه الرسالة في الأخوة الإنسانية فيما بيننا في السعي الحقيقي من أجل السلام والسلام المرتبط بالعدالة أكيد وبنشر هذا الفرح الفرح الذي يأتي من ولادة المسيح ليس الفرح الذي يأتي من هدايا أو من زينة ولكن من إيماننا بأن المسيح ولد بيننا الكلمة صار بشرا وسكن بيننا هذا هو سبب الفرح وهذا ما يعطينا هذه القوة والعزيمة أن نعمل من أجل الأخوة بين البشر من أجل السلام الحقيقي فيما بينهم ومن أجل نشر الفرح خاصة لمن يحتاجون لهذا الفرح سيدنا أنا الآن سأخاطبك بلسان الشباب ودائما التركيز الآن حتى قداست البابا عم بيركز على الشباب في العالم الحاضر وكان أيضا ذكر هذا في رسالة البابا فرانسيس لمدينة روما لهذا العام 2022 ذكر أن ما يمنعنا من دخول مغارة الميلاد هو هذا العالم المتخبط بالشر العالم المتخبط بالأنانية والكبرياء فشباب العالم الحاضر أو شباب الأيام الحاضرة بالرغم من كل التحديات بعيدون جدا عن الكنيسة بعيدون عن الإيمان هناك صار في فتور روحي فقداست البابا بالسينودوس الذي أطلقه أيضا ركز على الشباب ولكن الشباب مغيب عم بشوف لما رحت على الصلاة على الكنيسة نسبة الشباب الموجودة في الكنيسة بدي أقول لك 2% يعني جايين عشان يوصلوا أهليهم ممكن على الكنيسة لكن ممكن يعني دخلوا الكنيسة لكن أجسادهم خارج الكنيسة فكيف السبيل إلى دخول عقول هذه هذا الجيل عقول يعني وأنا بحكي لك أنا جيل أنا أم يعني وبشوف كيف يعني بجبر ولادي أنا إنساني مؤمنة وأتبع يعني عندي التزام ديني عندي التزام كنسي بروح على الكنيسة بقوم بواجبات الدينية فكيف بدي أنقل هذا الشي لأنه عم بيشوفوه شهادة في الكل في البيت لكن ما عم بيشوفوه بالخارج فبصير حكو يعني لما بسأل شاب بقول له ليه ما روحت على الكنيسة ليش ما روحت على الصلاة تصلي وهيك قال لي خصد نحن مرينا بفترة كورونا قال لي ايش الكنيسة سوت لجدي ايش الكنيسة سوت لأبوي لتوفوا بكورونا كل نهارهم بيصلوا وحطين على النورسات وبيحضروا الأدديس وملتزمين ما قدر ربنا يرحمهم بالكورونا اني يعيشهم وخلواني اني أعيش الميلاد هذا العيد محروم منه فحرموا حتى هني حرموا أنفسهم من هالشخص اللي كانوا معالقين للأمال عليهم يا يسوع اللي أبوي كان ملتزم معاك يا رب يا الله اللي كان جدي دائما يدعونا للصلاة ويأمنوا إلى آخر ما قدرت ترحموا في هذه العوام حسيت كورونا جاءت لكي تبعد أكتر وتعمل هذه الفجوة طولت عليك بالشرح لكن عم عم بحس هذا الشي من ما قدرت أجاوب هذا الإنسان اللي قال لي إنه أخذ ربنا ليه ما كان معانا فترة كورونا ليه ما ليه ما كان شفع كان قادر يشفي أبوي ويش في جدي ويش في أمي ويش في ابني ويش في كتير راحوا من أحبتنا وقت كورونا فحسيت كورونا بهذه الفترة بعدوا أكتر كورونا هي زي كل الأزمات اللي تشكل نوع من الاختبار للإنسان في ناس اللي تقربوا من الله أكتر وزاد إيمانهم وفي ناس اللي أبعدوا الشباب هناك حضور للشباب أكيد في كتير ناس اللي كمان نبعد ولكن الشب بحاجة يعرف ويعيش إنه هو جزء من هذه الجماعة المسيحية مش جاي لمشاهدة القدس فلما منشوف مجموعات الشباب اللي موجودين في الرعية الشبيبة الكشاف كتير من الشباب اللي بيساعدوا بيخدموا بيزينوا الكنيسة بيقوموا كل هاي العمال بشعروا إنه الموضوع بيهمهم ثم في عنا نظرتنا إلى الله من هو الله الله الذي يعني يجب أن يطيعنا فيما نطلبه منهم يعني بأي طريقة نكتشف من هو يسوع المسيح بالنسبة لنا وخلينا أوضح اللي معني قبل ما نقول يسوع ولد من أجلنا نقول يسوع ولد معنا لكي يصبح واحد مننا نعم الكلمة صار بشرا وسكن بيننا يسوع اللي عاش الألم عاش المعاناة من طفولته من الهجرة لمصر من الخوف عليه من يعني كل هذه المعاناة ويسوع عاش حياتنا تماما كما نعيشها ونتكر إنه ولد في مغارة كاش له مكان لم يكن له مكان في المضافة فالمعاناة ويسوع اللي بيحس معنا وفي عدة مرات في الإنجيل المقدس لما مثلا رأى الجموع اللي صار لهم فترة بدون أكل فأشفق عليهم شعر معهم لما قالوا له عن صديقه لعازر إنه مات بكى عليه يسوع فقبل ما نشوف يسوع الصانع المعجزات اللي جاي مشان يحل مشاكلنا نشوف يسوع اللي أجل مشان يعيش معنا ويختبر حياتنا ومن ثم يعطي معنا لألامنا يعطي معنا لمعاناتنا لصعوباتنا اللي موجودة لا توجد حلول سحرية حتى مع الله مع يسوع المسيح يتدخل الله بالمعجزات نعم ولكن لا توجد حلول سحرية يريدنا أن نشترك معه في بناء عالم أفضل حتى من خلال المعاناة حتى من خلال الصعوبة هذه هي رسالة يسوع فلننضم إلى يسوع ولا نحول يسوع إلى صانع معجزات نطلب منه ما نريد هناك أمور أحيانا لا نفهمها ولكن ثقتنا التامة بمن ولد بيننا وبمن عاش معنا وبمن قدم حياته من أجلنا بموته على الصليب هذا هو يسوع الذي يجب أن نكتشفه ولا نحوله إلى صنم يصنع المعجزات هناك معاناة نعم يسوع معاناة ويسوع قريب منا لا يتركنا لا يتخلى عننا ربما ليس بالطريقة التي نريدها نحن ولكن لنكتشف شخصية يسوع ولا نرى في إيمان المسيحي مجموعة من القوانين يجب أن أعمل كذا ويجب أن أعمل كذا لا لتكون اكتشاف لشخصية يسوع المسيح ودعينا أقول يسوع المسيح الإنسان في إنسانيته في قربه منا وهكذا نظرتنا إلى يسوع ونظرتنا إلى حياتنا وإلى معاناتنا تختلف فلم يحل السلام الذي أتى يسوع من أجله هذه رسالتنا وهذا ما يجب أن نقوم به وهذا ما يجب أن نتجند به بروح يسوع لكي يحل فعلا السلام بيننا فالله لا يتصرف بشكل منفصل عن البشر يريدنا جميعا أن نعمل معه لمن مرضوا ولمن توفوا خلال فترة كورونا نقدم التعازي لهم جميعا ونشعر بالألم اللي موجود لأنه كمان في ناس اللي عرفناهم والأعزاء اللي فقدناهم أيضا ومن هنا تضامننا فيما بيننا محبتنا وإشعارنا بمحبتنا لهذول الناس اللي مرضوا واللي أبعدوا هو اللي بيعطي معنى لهذا الإيمان الإيمان الحي الذي ينمو وبهذه الرسالة التي لا تزال من ألفين عام رسالة حقيقية مطلوب مننا أن ننشرها فيما بيننا فلننظر إلى يسوع أولا كأخ جاء لكي يعيش معنا يشعر معنا يعاني مثلنا ويعطي معنا لهذا الألم الذي نعيشه نعم سيدنا هل ترى أن الكنيسة ممكن أن تكون الملجأ للإنسان اللي يحتاج مثلا للرجاع للأمل هل الكنيسة ممكن تحل المعجزات المطلوبة من ربنا يعني إذا الإنسان توجه لها ربنا بقولك إنه ما عم يسمعني فبدك أنت طريق آخر لكي ربنا يسمعك إنه اللجوء إلى الكنيسة هل ترى أن الكنيسة قادرة أن تقوم بهذه الرسالة تقوم بهذه الرسالة بشرط أن نشعر أننا جميعا كنيسة ولا نتوقف فقط عند المسؤولين عن الكنيسة أعطي مثل عياد الميلاد عياد الميلاد اللي فيها حملات قامت فيها جميع الكنيس من أجل الأقل حظا من أجل المحتاجين نعم وكان هناك تضامن فعلي حقيقي موجود في الجماعات المسيحية اللي أشعره هذه الجماعات بقربهم وبمحبتهم وبالتضامن معهم ووقوفهم معهم نعم لكن يجب أن ننظر الكنيسة كجماعة المؤمنين معا نحتضن جميع المتألمين المحتاجين تكون ملجأ لهم يشعروا بكونهم أعضاء في هذه الكنيسة أعضاء حية وهذه هي الرسالة التي تقوم بها الكنيسة نعم مهمة الكنيسة أولا هي إعلان كلمة الله وإعلان هذا الرجاء وهذا الأمل وهذه الرسالة السماوية للجميع واللي فعلا تعطي معنا لحياتنا وتحصنا على المشاركة في هذه الرسالة من خلال تضامننا فيما بيننا ومحبتنا بعضنا لبعض أمس سيدنا في لقاء إلى سمو الأمير الحسن في سيدة بعمر الستين وقفت وهي قالت أنه أنا من بيت لحم وقفت وهي مسيحية ما بعرف لأي كنيسة تابعة لكن قالت أنه هي مش عارفة أين مرجعيتها فسيدة بعمر الستين مؤمنة ملتزمة على ما أعتقد لا تعرف أين المرجعية فوين الفجوة وين المشكلة وين الغلط يكون السؤال اللي دايما نسأله هي أي نوعية من المرجعية نعم إذا كانت الكنيسة أو الكنيس بشكل عام مرجعية روحية نعم ولكن أحيانا ينتظر المؤمنون من الكنيسة أن تكون مرجعية في كل شيء مرجعية في الأحداث في السياسة في القضايا العامة إلى آخره وسؤالي هو هل هي فعلا هذه رسالة الكنيسة الكنيسة لا تقتصر طبعا على النواحي الروحية ولكن الناحية الروحية التي تعطي بعد لمختلف جوانب حياة الإنسان للشؤون العامة أكيد ولكن المرجعية المرجعية الروحية نعم لا حق أن تسأل هذا السؤال ولكن أن تكون مرجعية في مختلف القضايا العامة لا أعتقد هذه هي مسؤولية أو دور الكنيسة في أن تعطي دورها أن خبرة سابقة في دخول الكنيسة في الحقل السياسي وهذا الخبرة لم تكن إيجابية لأن في المجال السياسي كثير من الأحيان نكون مع ناس ضد ناس دانين والمطلوب من الكنيسة هو أن تجمع الجميع في الوحدة فنبتعد عن السياسة وليس الشأن الوطني والهم الوطني أكيد ولكن ليس في موضوع السياسة على سبيل المثال أحيانا ينتظر المؤمنون من الكنيسة مرجعية لحل مشاكلهم الاقتصادية بحاجة إلى عمل بحاجة إلى بيت بحاجة إلى مساعدة بحاجة إلى مساعدة في الأقصاد المدرسية والجمعية إلى آخره هل فعلا الكنيسة تساعد بقدر الإمكان نعم ولكن هل الكنيسة هي المسؤولة عن هذه الأمور المختلفة هل هذه نوعية المرجعية اللي مطلوبة أن تحل كل مشاكل وأن تجد لي عملا وإلى آخره ممكن هذا نوع المعجزات اللي بطلب على الكنيسة أن تلبي هذه المعجزات الكنيسة مطلوب منها أن تبشر أولا أن تنقل نعمة الله للبشر وأن تعمل عمل المحبة نعم ولكن ليس الكنيسة التي ستحل مشاكل الناس لكل المجتمع ليس هذا هو الدور الخاص بالكنيسة الدور الخاص بالكنيسة الاهتمام بالأفقر بالأكثر حاجة أكيد ولكن يعني ليس لحل المشاكل المشاكل المؤمنين اللي هم مواطنين في هذا البلد نعم ومرجعيته في هذه الأمور هي المرجعية أي مواطن في هذا البلد وليس بالضرورة الكنيسة سيدنا نرجع خلاص رسالة البابا فرانسيس لهذا العام ومثل ما تفضلت كان يقول أنه ولد يسوع بيننا وهو الله معنا جاء يشاركنا الألم والجوع والتشر كان قادر ربنا أنه هذا ينجي من كل هاي الأقصص ويعيش في ملكوت على الأرض بنعيم ورخاء إلى آخر لكن اختار أن يختبر حياة البشر عشان عشان لما إنسان متألم يتوجح إلى ربنا ويله أنا متألم ويله أنا شاهر معك لأني أنا تألم مثلك وإنسان كمان جعان أنا شعر معك لأني أنا جعت مثلك أنا عطشت مثلك أنا أنا نهنت مثلك انا انظلمت مثلك وانا متت عشانك فربنا يعني كان هل طلبت من ربنا ينجيني انه كان قادر ربنا انه كل هاي الامور ما يخلي يعاني لكن عاني عشان يكون معنا قريب فعشان هيك يطلب الانسان واليا رب نجيني من هذا المرض يا رب الى اخره هلا ما بيطلب بطلب رجاء والانسان المؤمن احيانا يفقد الرجاء ليش لانه ممكن بحس بالابتعاد ممكن بالتخلي ممكن بالوحدة بحس انه وحيد ما في حدا صوت معه فهاي ممكن الشباب عم بشعروا بهذا الشي عشان هيك مبتعدين بس سيدنا شو اللي بيعيق دخولنا الى معنى الميلاد الحقيقي في رسالة قدس البابا جاءت ما الذي يعيق هذا الدخول يسوع اختار ان يولد في مغارة واختار ان يتوجه الى البسطاء وليس الى العلماء والاذكياء فاذا ارجعنا كمان مرة لقصة عيد الميلاد ورسالة العيد نرى من الذي استقبل المسيح من الذي ذهب الى زيادة الرعاة اللي هم ابسط الناس وافقر الناس بينما رؤساء الكهنة والمسؤولين وهيرودوس في القدس لم يذهبوا الى بيت الاحب كبريئهم منعهم من الذهاب هذه هي رسالة يسوع لتوجه البسطاء جاء الى بيته فيما قبله اهل بيته اما الذين قبلوا فقد مكنهم ان يصيروا ابناء الله نعم خلينا نذكر مريم العذرة القديس يوسف الي صباط زكريا سمعان الشيخ هذول الاشخاص البسطاء واللي بيسميهم الكتاب المقدس الابرار ليتبعوا شريعة الله بكل بساطة وبكل صدق هولا كانوا هم الاقرب من الله وليس العظماء والاذكياء كما يقول يسوع وبهذه الطريقة نفهم افضل رسالة يسوع انه الانسان يفقد الرجاء احيانا بيشوف حاله لحاله وقلنا انه يسوع عاش مثلنا نعم خليت اذكر صرخة يسوع على الصليب الهي الهي لماذا تركتني لما تلاميذ وتخلوا عنه الشعب انقلب عليه الكل ابعد عنه شعر انه لحاله وحيد ولكن ما يميز المسيحي انه لا يتخلى عن الرجاء ابدا نعم لا يمكن اليأس لا يتوافق مع الاما المسيحي ابدا لانه حتى مع الموت هناك حياة جديدة بقيامة المسيح بين الاموات حتى مع كل ما تعرض له السيد المسيح من ظلم من اضطهاد من محاكمة ظلمة من تعذيب جسدي من تعذيب نفسي الى اخره كل من كذب كل ما تعرض له السيد المسيح بقي صامدا بهذه الرسالة رسالة المحبة رسالة الفداء للجميع حتى انتصر عليها بقيامتهم بين الاموات فمشان هيك لما منحتفل بالقداس في الكنيسة نحتفل بالقيامة نعم تعطينا هذا الرجاء على الرغم من كل ما يمكن ان يحيط بنا في حياتنا تعطينا هذا الرجاء وهذه القوة خلني اتذكر انه المسيح اجل البسطاء والصغار فبحاجة ان نتحلى بهذه الصفات بطهارة القلب ببساطة الابن اللي لا حتى انه نتعرف على المسيح ونقبله في بيوتنا نعم سيدنا دائما قد أصل بابا بركز على الحوار والحوار المسكوني ودائما طبعا في بثيقة الأخوة بثيقة الحوار الإسلامي المسيحي لكن عم نتحدث عن الحوار المسكوني الحوار المسيحي المسيحي عم نلاحظ كمان انه في صارت فجوة في صار في بود ما بين الكنائس المجتمع والجماعة الواحدة المسيحية فما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ شو الشرخ هذا اللي صار هلأ عم نبتعد عن بعض؟ هلأ ما بشوفه أنا بنفس الطريقة إذا قارننا العلاقات المسكونية ما بين المسيحيين قبل خمسين ستين سنة واليوم هناك تقدم كبير هناك تقارب كبير وأعني به بشكل خاص التقارب ما بين المؤمنين أنفسهم مع الزواجات على سبيل المثال ما بين الكنائس المختلفة أصبح في كل عائلة هناك مسيحيون ينتمون إلى الكنائس مختلفة وهذا يعبر عن تقارب ما بينهم الاكتشاف الأمور المشتركة فيما بيننا وهي كثيرة جدا وليس التركيز على الخلافات الموجودة ما بين الكنائس يجب أن نقر أن لا يزال هناك انشقاق في الكنيسة لا يزال هناك خلافات واختلافات موجودة ولا يزال هناك من يعادي الوحدة المسيحية أو من يخاف منها ومن يخاف على ربما امتيازاته لا أعرف ولكن هناك من لا تسره الوحدة المسيحية فيركز على الاختلافات الموجودة وأحيانا يخترع اختلافات يعني أمور يجب أن نتقبلها بعض ما من بعض على أنها تنوع شرعي موجود ولكن البعض يحولها إلى خلافات حتى يفرق ويزيد هذه الهوة ما بين الكنائس لذلك الصلاة من أجل وحدة الكنيسة مطلوب التقبل الآخر ومحاولة فهم الآخر أيضا مطلوبة والمحبة الأخوية المحبة المسيحية المحبة الحقيقية أو نسميه حوار المحبة الذي يجب أن يسبق أي حوار لهوتي داخل الكنيسة لنبدأ بمحبة صادقة كلنا إخوة في المسيح كلنا أعضاء في جسد المسيح وهذا الجسد الذي يعاني من الخلافات والانقسامات الموجودة ولكن على الرغم من كل ما قد نسمع أو نرى نستمر في سعينا الصادق إلى هذه الوحدة المسيحية هذه طريقنا هذا ما يريده من السيد المسيح بشكل واضح جدا فلنعمل جميعا على التقبل الآخر بكل محبة كأخ في المسيح ونعمل على إزالة خلافاتنا فيما بيننا على طريق الوحدة سيدنا كثير من اللوم موجه للفاتيكان بموضوع الوحدة كثير من العتاب أنه عدم تدخل الفاتيكان بموضوع الوحدة أو الحوار المسكوني أنه مش عم تنجح فيه هل ترى أنه هذا بيأثر كمان على نظرة الشباب للكنيسة؟ لأن الشباب الأيامات هاي شباب ذكي يفهم وواعي أول شيء أختلف مع هذين أختلف معها لأنه من يعرف بحقيقة الأمور داخل رأس الكنيسة الكاثوليكية في قداسة البابا وجميع المساعدين حولهم يعرف تماما ما تعمله الكنيسة الكاثوليكية وهي مستعدة أن تعمله أيضا من أجل وحدة المسيحيين عدم معرفتنا بما تقوم به الكنيسة نتهم أنها لا تقوم بشيء لا هناك جهود حقيقية موجودة ولكن وحدة الكنيسة غير منفصل عن الوضع العام وأحيانا الوضع السياسي الموجود الذي يؤثر هناك ظروف كثيرة غير لهوتية تؤثر على العلاقات على سبيل المثال الحرفي أوكرانيا أثرت على العلاقات الكاثوليكية الأرثودوكسية وعلى العلاقات الأرثودوكسية الأرثودوكسية أيضا وأثرت على مسيرة الوحدة الكنيسة وهي ظروف سياسية موجودة وظروف حرب موجودة في أوكرانيا التي كان لها تأثير سلبي على العلاقات فالكنيسة الكاثوليكية التي تسعى دائما وبكل صدق من أجل هذه الوحدة تعمل الكثير هناك ظروف قوية ضد هذه الوحدة ويجب أن لا نيأس من الموضوع ولا أن نعمل منها موضوع خطير للشباب يفقدوا ثقتهم بالكنيسة الكنيسة تعمل الكثير من أجل الوحدة وإذا أخذناها على مستوى الكنيسة المحلية شعورنا بالقرب فيما بيننا كمان هو مهم جدا وهي علامة إيجابية في سبيل وحدة حقيقية للكنيسة مثل ما ذكرت سيدنا قداس البابا ذكر لبنان ذكر سوريا الشرق الأوسط الفلسطين والحوار المتوالي والثقة المتبادلة حكا بين الإسرائيليين والفلسطينيين هناك على الأرض التي شاهدت مولده ذكر اليمن ذكر أوكرانيا ذكروا لهذه البلاد المتألمة هل بسبب طبعا أنا يعني بعرف هل هو بسبب موقف الكنيسة من هذه البلاد وما يحدث منها من وضوضع سياسي أم موقف الكنيسة الجامعة بالإنسان المتألم لما البابا بيوجه رسالة في عيد الميلاد هي رسالة موجهة لكل الكنيسة الكاثريكية فهو يصلي من أجل السلام في هذه البلاد وهي في نفس الوقت دعوة لنا جميعا أن نصلي أولا من أجل السلام في هذه البلاد ومن ناحية أخرى أن نشعر بالتضامن مع المتضررين هناك ملايين اللاجئين خلال عام 2022 خصوصا من أوكرانيا ولكن ليس فقط من أوكرانيا هناك الشعب يعاني في اليمن في سوريا في كل هذه البلدان وفي فلسطين أيضا فهي دعوة إلى التضامن وإلى أن نشعرهم بقربنا منهم وبرغبتنا الصادقة في أن تنتهي الحروب وأن يحمي السلام للجميع هي ليست أخذ مواقف مع طرف ضد طرف آخر ولكن هي رغبة حقيقية ودعوة للكنيسة الكاثوليكية بأسرها حتى أنه نظهر هذا التضامن وهذا السعي من أجل إنهاء هذه الخلافات والحروب والعودة إلى طريق السلام أذكر كمان قداست البابا في رسالته أنه نهتم في هو حكاها أنه جوه للسلام البشرية جائعة للسلام يعني وصلت لأنها تتدور للسلام يعني شيء المتدور يعني من كتر الجوه للسلام أنه البشرية بحاجة لهذا الشيء ومخاصة الشباب بحاجة أنه حتى ذكر كمان أنه صار أنه الغذاء مقابل السلاح أنه صارت الناس يعني مش قادر يتأكل من والناس بتتحصن بالسلاح ولكن بدل السلاح أنه يكون الغذاء لهاي الدرجة يعني ف وأنها رسالته خلص البابا فرانسيس للقوم تظهر لنا بيت لحم بساطة الله الذي لا يظهر نفسه للحكمة والأذكية وإنما الصغار الأصحاب القلوب الطاهرة والمنفتحة عن مثال الرعاة لنذهب نحن أيضا مسرعين ونسمح بأن يدهشنا حدث الله الذي صار إنسانا لكي يخلصنا إن الذي هو مصدر كل خير يصبح فقيرا ويتوسل إنسانيتنا الفقيرة لنسمح لمحبة الله بأن تؤثر بنا ونتبع يسوع الذي تجرد من مجده لكي يشاركنا في ملئه فبهذه الرسالة عنها خداصة البابا أيضا من بيت لحم ماذا أنت ترسل لنا يا سجد رسالة لها يعني يا الشعب إن كان فلسطين أو الأردن كمان نحن يعني منعتبر حالنا بلد واحد كل بلادنا العربية أكيد ولجميع مؤمنيننا في فلسطين الأردن سوريا لبنان الشقيق العزيز العراق وكافة البلدان الأخرى العودة إلى بساطة عيد الميلاد وإلى حقيقة عيد الميلاد المسيح لم يولد تحت الأضواء ولكن في عتمة الليل في مغارة بسيطة هو النور الآتي إلى العالم هو النور الذي يشرق في الظلمات ولم تغشاه الظلمات طريقة يسوع المسيح أن يعمل بهدوء مع الفقراء مع البسطاء وعندما ظهر الملائكة للرعاة أعطوهم علامة على صدق رسالتهم وهذه العلامة تجدون طفلا مقمطا مزجعا في مدود أبسط علامة وعلامة رائعة جدا فعندما نرى الحروب والشرور يجب أن لا نغمض عينينا أيضا عن رؤية الخير اللي موجود في الناس وعن التضامن الحقيقي وعن وقوف العديدين مع المتألمين أيضا هذه هي رسالة عيد الميلاد والتي يدعونا إليها قداسة البابا أن نقف مع المتألمين أن نقف مع جميع من يعانونا من ظروف صعبة إن كان على المستوى الشخصي أو على المستوى العام في الحروب أن نشعرهم بإخوتنا البشرية نشعرهم بمحبتنا المسيحية تجاههم بكل البساطة عيد الميلاد ونشرين هذا الفرح الحقيقي الذي يأتي من ميلاد السيد المسيح في مقارة بيت الأحمل سيدنا هل أنت ما تحدثت به جميل جدا هل أنت شعرت في الأردن نوعا ما من هالتضامن أنت حكيت أنه في الشعبيا يعني المؤمنين متضامنين وانت حكيت فيها زواجات من مختلف كناس موجود الأرثوديق جنب الكاتوليك جنب اللاتين جنب الأخباط مصريان يعني بالعيلة الوحدة فيها عدة ميلاد فهل شعرت في الأردن وأنت تعيش الميلاد بيننا؟ أنه بهذه الأجواء المحبة من خلال البزرات التي أقيمت إن كانت من خلال النشاطات الرعوية مزياراتك أنت زرت الزرقاء فكيف وجدت الشعب؟ إذن هناك أولا فيه تضامن حقيقي على مستويات مختلفة لنرى مثلا كل التحضيرات لعيد الميلاد ومشاركة المؤمنين وخاصة الشباب في هذه التحضيرات تحضير الشجرة، تأزين الكنيسة، البزرات، تحضير العزف للعيد ويقومون به بتطوع كامل وبفرح حقيقي ثم كان هناك تعاون لأريد أن أدخل بالتفاصيل حول موضوع مساعدة المحتجين كان من مؤسسات كنسية مختلفة وكان أيضا من الرعاية ومن المؤمنين أنفسهم حتى نتذكر هؤلاء المحتجين وحتى نطبق كلمة الباب القديس لاون الكبير في القرن الخامس الذي قال لا يستثنين أحد من هذا الفرح فرح عيد الميلاد فعملت الجماعة المسيحية عملت على إدخال هذا الفرح إلى قلوب الأطفال، إلى قلوب المحتجين في الزيارات العديدة، إلى المسنين، إلى الأطفال، إلى آخره أرى هذا التضامن حقيقي الذي موجود فيما بيننا هذا التضامن الذي يجب أن نغذيه دائما وأن نشجعه وأن ننظمه أحيانا وأن نزرعه في قلوب الجيل الناشئ كثير من المبادرات في المدارس على سبيل المثال كانت مبادرات ميلادية رائعة في أن يذكروا الأقل حظا ويقدم لهم الهدايا ويدخلوا الفرح إلى بيوتهم هناك هذا التضامن وهذا ما يعطي هذه الصورة المشرقة الجميلة لكنيستنا وهذه الصورة التي تحثنا على أن ننشرها أكثر أن ندمج في هذا التضامن وهذا التعاون مختلف الفئات في الكنيسة خاصة البعيدين عن الكنيسة أيضا والشباب حتى نعيش كجماعة مسيحية فرح الميلاد ورسالة الميلاد نعيش السلام والمصالحة فيما بيننا نتعاون كأخوة وأخوات فيما بيننا نتصالح مع الله في سر التوضع هذا مهم جدا وأن ننظر إلى الآخر على أنه أخ وأخت لنا في المسيح بهذه الروح نستطيع أن نبتسم الابتسامة الصادقة التي تأتي من فرح الميلاد وننشر هذا الفرح لمختلف الناس تهنينا لكل من شارك في هذه الاحتفالات وبكل التحضيرات وبكل الروح المسيحية الصادقة التي قاموا فيها وأنا أذكر أن هذه الروح التي يجب أن ننشرها وأن نزرعها في أجيال الجديدة أيضا حتى تبقى الكنيسة منارة كما كان المسيح إذا كان المسيح هو نور العالم نعم هو نور العالم يدعونا نحن أيضا أن يشرق نورنا هكذا للناس سيدنا سؤال أخير قبل نهاية حلقتنا وحابب أخذ رأيك بهذا الموضوع لن أتحدث عن الإعلام المحلي ولن أتحدث عن الإعلام الغربي والخارجي سأتحدث عن الرسالة الإعلامية بحق الدين الرسالة الإعلامية في المحطات الدينية المواقع الدينية التي تنشر هل هي تساعد أم أحيانا تعمل ديستورشن تشويش أولا الإعلام بشكل عام ينقل لنا الخلل الموجود ينقل الشر ينقل الأحداث المؤلمة لذلك نحن بحاجة لإعلام ديني ينقل الخبر الصار إذا استمع لنشرة الأخبار في أي تلفزيون نرى الأحداث والموت والحروب بحاجة أن نعرف الخبر الصار أن ننقل البشرة للمؤمنين أن ننقل ما يغذي فيهم الرجاء والأمل أن ننقل لهم الجانب الإيجابي أيضا وهو كثير على سبيل المثال في فترة عيدي الميلاد هذا ما نحتاجه وما نحتاجه أن نكون قريبي من الناس نعبر عن همومهم نعبر عن وجعهم نعبر عن الصعوبات الحقيقية التي يعيشها الناس لا نستطيع أن نبشر بيسوع المسيح بشكل عام بدون ما ننظر للإنسان الإنسان الذي أيضا يعاني في حياته ولا بحاجة لهذه المرافقة كثير من المؤمنين يشعرون بالعزاء في متابعتهم للمحطات الدينية يشعروا بهذه الرسالة وهي دعوة لمختلف وسائل الإعلام الدينية أن تركز على ما يزرع الرجاء والفرح في قلوب الناس وما يعبر أيضا عن همومهم وعن صعوباتهم اليومية يعني أنت مع أن الإنسان والإعلام الديني يركز دائما على الخبر الصعب بدون ما يهمل ألم ألم طبعا جانب الإنساني للمعاناة ويبتعد عن ما يثير من التساؤلات اللي دائما مطروحة طبعا في نفس المؤمن لماذا الكنيسة لماذا هنا مشكلة لماذا ما بتحفظ تطرحوا موضوع الإرث والميراث والوصية والمشاكل هاي يعني شبعتونا حكي لا مانع لا مانع لا مانع من نقاش أي قضية إذا كنا نناقشها من الداخل وليس للانتقاد من الخارج الانتقاد من الخارج سهل جدا ولكن عندما أقول من الداخل معناها نقاش ما بين أشخاص أعضاء في الكنيسة يتحملون المسؤولية والأدوار المختلفة لا مانع من نقاش أي موضوع ولكن المهم أن يكون من الداخل بمعنى كمؤمنين في يسوع المسيح في الكنيسة ومن يسعى إلى خير الكنيسة الانتقادات سهلة نعم ممكن بسهولة ننتقده خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة بدون حدود ولكن بطريقة سلبية لا تبني أبدا يحق لنا الانتقاد يحق لنا المناقشات كأشخاص يحملون مسؤولية من أجل تحسين الأوضاع وليس مجرد الانتقاد نعم هو هذا المطلوب الانتقاد البناء يسعى إلى الحل ليس من أجل فقط الانتقاد والنقص من الآخر أو تشويه صورة الآخر سيدنا يعني قارب الوقت على الانتهاء أنا بشكر كل الأشخاص اللي تابعونا على صفحتنا وأنا تابعت كل الأسئلة طرحتها لسيدنا بطريقة ما فإن شاء الله بكون إني قدرت أوصل الرسالة اللي طلبتوها وأيضا رسالة قداسة البابا من الميلاد ورسالة الميلاد أيضا لنا جميعا رسالة الكنيسة لنتمسك بكنائسنا ولنثق بها لأنها هي كنيسة يسوع ولن تقوى عليها أبواب الجحيم لما نقول لن تقوى عليها فما نظلنا نضرب ونجلد أنفسنا نحن بخير الحمد لله في هذا البلد الآمن المطمئن بخير بوجود رؤساء كنائسنا القادرين على قيادة هذه السفينة بس علينا جميعا أن نساعد أن نحتوي أن نكون معا وينقصنا قليل من المحبة بيناتنا أحيانا نحن تنقصنا المحبة نتواضع نرفع عنا الكبرية فهذه رسالة الميلاد أنا سيدنا بشكرك بشكرك على هذا الحديث الطيب بشكرك على الرسائل كمان اللي بعدت من خلال شاشة النورسات في برنامج صباحكم نور بشكر حضورك ومعايدتك للجميع وقبل أن ننطلق بسلام صلاة من حضرتك للمشاهدين للنورسات لكل متابعينا على صفحة السوشيال ميديا على الأصدقاء كما يتابعونا الآن فرسالتك النهائية لإلنا قبل انتهاء البرنامج تفضل رسالتي هو التوجه إلى طفل المغارة التوجه أن يمنحنا الثقة والإيمان الحقيقي الذي فيه نتكل على الله مع بداية هذا العام الجديد بدون خوف بدون تردد بدون اضطراب ليمنحنا الله جميعا هذه الثقة وهذا الرجاء بعالم أفضل في العام الجديد متكلين على نعمة الله وعلى حضوره فيما بيننا وعلى مساندته لنا دائما آمين آمين يا رب آمين شكرا سيدنا مرة تانية شكرا طبعا كنا لمتابعينا اللي بيشوفونا في الخارج نحنا كنا مع نعب البطرياركي لكنيسة اللاتين في الأردن لأبي الدكتور جمال خضر وشاكرين متابعتكم شاكرين حضوركم ومشاهدتكم وإن شاء الله نكون قد وصلنا رسالة الميلاد من خلال رسالة قداسة البابا فرانسيس لهذا العام 2022 الرسالة الموجودة على صفحتنا على نورسات الأردن وأيضا موقعنا الألكتروني نورسات جو وبالنهاية بشكر الجميع عياد مباركة يا رب المسيح ولد فمجدوه ولد المسيح هللويا وإلى اللقاء جميعا بإذن الله في الأسبوع المقبل بنفس الوقت بنفس التوقيت يوم الثلاثاء القادم لنا لنقاء آخر في السنة الجديدة راح تكون 2023 سنة الجديدة مباركة على الجميع إلى اللقاء شكرا سيدنا شكرا سيدنا شكرا سيدنا شكرا سيدنا أمل جديد وحب جديد بعيد الميلاد فرح وزيني عيد الميلاد ساحة المدينة صارت وناد أمل جديد وحب جديد بعيد الميلاد I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the present Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you ويما كان بقى جراس تلويني القياد طفل صغير جاي اليوم يعطينا السلام فرح وزيني عيد الميلاد ساحة المدينة صارت وناد أمل جديد وحب جديد بعيد الميلاد أمل جديد بعيد الميلاد I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the present I don't care about the present شكرا